الأستاذة مديحة هي 72 سنة لتستطيع القراءة والكتابة بسهولة عندها بعض المعرفة لكن مش متعلمة يعني في مدارس لكن اجتهدت وبتعرف الحروف فبتقول لما بتقرأ بتقرأ غلط فالبعض قال لها انت منفعش تقري خالص والبعض الاخر قال لها تقري وانت بتثابي وهي أقصى اجتهدها في الأمر لأنها قاعدة ولا تستطيع التحرك هو الاستماع فقط عبر المذيع ولا يمكن استعمال الأجهزة اللي موجودة دلوقتي فهقول لحضرتك يا أستاذة مديحة يعني ان شاء الله ربنا يفتح لك وتثابين لأنك بتجتهدي بس قبل ما اجاوب على هذا السؤال عايزة أقول لحضرتك أنه في هناك معلمات بيجوا للبيت وبيتطوعنا بذلك وانت كمان وانت نسأل الله سبحانه وتعالى أنك انت تكوني من أهل القرآن الكريم إذا بحسنا عند حد يساعدك فبها ونعمات ما كان شيء فحرك اسمعي من الإزاعة قدر طقتك ويوم ورا يوم كده القراءة بتاعتك حتتحسن لكن ما قدرش أقولك ما تقريش القرآن ده يعني هذا إكحاف بحقك في أنك تتعبدي بتلاوة القرآن لأنها أفضل العبادة كما أخبر النبي عيسى والسلام تلاوة القرآن الكريم وورد في الحديث الشريف أنه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة اللي أطقن ده وتعلم وتتلمز وأخذ العلم ده طبقة عالية من الملائكة الكرام والذي يقرأوه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران صحيح أنه ممكن نفهم المعنى ده اللي بيتعلم وبيعلمه شيخه كده بقوله را تاني وبعدين يرجع تاني يخليه عيد القراءة وهو شاق ده معنى وكذلك الذي لم يجد من يعلمه وبيكتهد في إطار الوسائل المتاحة بالنسبة لوني أسمع من المديع أسمع من التلفزيون أسمع من الراديو أسمع من أي وسيلة وأحاول أكتهد قدر طاقتي السماع ده والاستماع كمان اللي بتركيز بيربي في أذن المستمع التعلق بالقرآن واللفظة القرآنية وأداء القراءة قدر الطاقة يعني بتعينه ده والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران يا صاحبة السؤال أجر المشقة اللي هي جهاده في أنه يتعلم وأجر قراءة القرآن الكريم وربنا يفتح على حضرتك ويقيد لك من يجلس إليك من السيدات الفضليات أو البنات اللي بيسعوا لتعليم القرآن الكريم وتعينك على تعلم مزيد تعلم القرآن الكريم يا ست مديحة